اشتركوا في القناة هنسعد بهذا اللقاء ومحضرين عدد من اللقاءات والفقرات المختلفة سواء على الهواء مباشرة او التقارير الخارجية النهاردة ان شاء الله من خلال ضيوفنا اللي هيكونوا معانا في الستوديو على الهواء مباشرة هنتكلم في موضوعين اعتقد من الجميل ان نبدأ بيهم يومنا وزي ما بنقول كده ازاي ان احنا من ربما حاجات بسيطة حوالينا وربما ما ناخدش بالنا منها كمان نقدر ان احنا نستفيد ونعيش حياة افضل وتكون على الاقل صحتنا النفسية يعني احسن او نقل القدر المستطاع من الضغوط اللي علينا طاقة الالوان ده الموضوع الاول اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم وهيكون ضفنا دكتور احمد الشامي دكتور اف الفلسفة في التربية الفنية وهنشوف من خلال هذا اللقاء ومن خلال دراسات وابحاث وخبرات لدكتور احمد الشامي تأثير الالوان في حياتنا وزي ممكن نستخدمها لاحداث طاقة ايجابية عندنا نكلم في تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع من خلال فقرتنا التالية طبعا هيكون عندنا فقرة الاخبار هنناقش معاكم وهنعرض عليكم اهم العنوين في صحفتنا المصرية الصادرة صباح اليوم فقرة معاكم اهم عنوين صحفتنا المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 23 فبراير 2023 وهنبدأ معاكم من جريدة الاهرام وصول طائرتين مساعدات مصرية لدولة تركية بتوجيهات رئاسية ومن موقع اخبار مصر رئيس الوزراء اصدار ثلاثة ونصف مليون قرار علاج على نفقة الدولة عودة مرة اخرى الى جريدة الاهرام ورئيس الوزراء الحكومة تدعم اربعة محاصيل استراتيجية لتشجيع الفلاح على زراعتها محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصوية وعباد الشمس وهو سعر الضمان بحيث سيكون اقل سعر للفلاح لبيع المحصول هننتقل مع حضراتكم لليوم السابع واغرب العلاجات التجميلية النادرة منها بديكير السمك وصفع الوجهة من جريدة الوطن التذاكر من 10 الى 30 جنيه افتتاح المرحلة الاولى من تطوير متحف التحرير اما جريدة اشروق اكتشاف تابوت حجري عمره 2000 عام يعود للعصر الروماني من جريدة الوفد 61 فيلما في الدورة السابعة لمهرجان اسوان لأفلام المرأة حيث كشفت الادارة الفنية لمهرجان اسوان الدولية لأفلام المرأة عن مشاركة 61 فيلما ضمن مصابقات وبرامج المهرجان المختلفة في دورته السابعة التي ستعقد في الفترة من الخامس الى العاشر من مارس المقبل من اليوم السابع والارصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة وتؤكد ما زلنا في الشتاء وفي نفس السياق خبراء الارصاد الجوية يتوقعون تقس الخميس شبورة على الطرق وتقس معتدل العظمى بالقاهرة 20 درجة والخبراء ايضا بيتوقعون تقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية اما درجات الحرارة العظمى والصغرى كما ذكرنا القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 الاسكندرية 19-12 مطروح 18-13 سهاج 23-8 قنى 24-10 واخيرا اسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات باستعراضنا لأحوال التقس ودرجات الحرارة بنكون وصلنا لختام هذه الجولة الاخبارية الصباحية السريعة فاصل هنرجع لحضراتكم بأولى فقراتنا ولقاءاتنا على الهواء مباشرة نخليكم دايما معنا وبنصبح عليك صباح طاقة الالوان الايجابية والطاقة الحلوة اللي في حياتنا اللي ممكن ببساطة جديدة باستخدام الالوان ان احنا نحصل عليها مجموعة الصور واللوحات وحتى الوان الديكور اللي شفناها في الفاصل قبل ما ندخل لقاءنا على الهواء مباشرة دي من ابداع ضفنا دكتور احمد الشامي دكتورال فلسفة في التربية الفنية وبيهتم في دراسته او في حتى تقديمه الاعمال الفنية بما يعرف بطاقة الالوان هل الالوان بالفعل ليها طاقة ده بالتأكيد مش محتاجين ان احنا نقول حتى اللي مش دارس او اللي هو يعني مش عارف ايه الموضوع بطاقة الالوان ببساطة جديدة بيقول انا بدخل في مكان ما بستريح نفسيا او العكس ممكن ادخل في مكان الاقي نفسي كده مقبوضة ومش مبسوط بالمكان اللي انا فيه الموضوع ببساطة هنحاول نقربه من حضراتكم من خلال ضفنا معانا النهاردة دكتور احمد بنصبح على حضرتك صباح الفل صباح على حضرتك صباح الخير صباح الخير على كل المشاهدين اللي بيشوفونا واللي ما بيشوفوناش صدفة الالوان اللي حداك لابسها النهاردة تتناسق مع الوان ديكور البرنامج بالضبط يعني فكرتني بالمرحوم شابال عبدالحيد مالله ارحمه لما كان بيقول ان انا بلبس البدل شبه الانترين لا لا انا مش قصدي لابس البدل شبه الانترين لا 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 العفو دكتور لا انا كنت عايز اقول يعني اختيار بقى مهندس ديكور بتاعنا للالوان دي ممكن تحللها لنا علشان نشوف احنا بنقول ايه للناس من خلال حتى الواننا اللي حضرتك بالصدفة لبست يعني في البداية بس احنا عايزين نعرف الاول اللون وعلاقة اللون بالضوء والطاقة بتاعة الضوء واللون في نفس الوقت يعني حضرتك الاهم من اللون هو الضوء لان الضوء هو اللي بيتحلل منه الالوان لان ما فيش ضوء حتى مش هنشوف حاجة مش هنشوف حاجة بالضبط كده والضوء نفسه بيتحلل لالوان الطيف اللي هي الالوان السابعة اللي احنا عارفينهم اهمية الضوء في الموضوع ان هو بيلعب الرئيسي يعني الدور الرئيسي في اللون نفسه يعني مفاجأة مثلا لو حضرتك لابس مثلا بدلة حمرة ودخلت مكان فيه اضاءة حضرة تتصور حضرتك البدلة بتاعتك كله انه ايه البدلة حمراء والمقدر ايه هتكون ايه تقريب تصور كلهم ايه ايه مثلا ايه مش عارف غريب جدا اصفر الناس هتشوف اللون اصفر طب ما ده بالنسبة لشغلنا حلوة دكتور ده جدا هقول لك ليه يعني نجيب بدلتين كده ونلعب بالاضاءة ونوفق بالزبط ده بيستخدموه حتى في المسرح وفي السينما احيانا ايه بالزبط كده فالضوء هو اللي بيلعب الضوء لون او دور اساسي في اللون من الضوء طبعا بينتشر زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وكل وشبه حتى يتباين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نعم فنبتدي اولا بالضوء وطاقة الضوء اللي هي بتعمل بعد كده اللون يعني مثلا لو استخدامنا الضوء في الديكور تلاقي مثلا حد كده ربنا كرمه كده فيجيب كهربائي كويس جدا فيقول له انا عايز بقى شوية اضاءات كده في السقف كده شوية تسبطات فيعمل له شوية اضاءاء حمر جنب خضرة جنب زرق كان مش عارف ايه فيلونهم شغلهم في حفلة فتطلع الالوان مختلفة ولبس الناس مختلف تمام فطاقة اللون تبدأ اولا من طاقة الضوء تمام علشان نتكلم عن اللون في حد ذاته بعد الضوء نقول ان كل لون له كن كن كيان الكن هو اسمه العلم كن عشان بس نفهم احنا لما نجي ناخد طاقة اللون ناخدها ازاي اساسا مثلا لو جينا لكله اللون الاصفر مثلا الاصفر هيبقى عندنا مثلا مثلا اربع الوان رئيسية مقدرش اقول ان الاصفر اصفر بالعموم يعني مثلا حد يقول لي مثلا ايه اللون الاصفر بيعبر عن ايه انه لون اصفر بالزبط عندنا حوالي اربع خمس الوان اساسية اساسية في الاصفر ايه غير قبل ما يدخلط بأي لون تاني اربع الوان اساسية فمثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قالوا ما لها قالوا بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين ازا الاصفر الفائع اللي هو الجميل اللي بيلمع ده يصر الناظرين يعني الصورة اللي احنا شايفينها في الديكور دي دي اصفر الفائع اللي بنقول عليه الاصفر ده اصفر بستيل شوي اه برضو احنا عايزين نفرق بين الالوان في الضوء والالوان في الصبغات والالوان اللي هي بتبقى في الديكور يعني في اللبس غير في الديكور غير في الحياة اليومية العادية في الديكور لما يكون مثلا الاصفر لو هناخد لون مثلا بداية زي الاصفر وحنتكلم عنه فالاصفر تاريخيا هو طبعا لون شمس مصر الزهبية يعني مصر عادة شمسك الزهب اي الاصفر كان رمز للإله رعا وكان رمز للامبراطورية الصينية وكان رمز للهندوس بيستخدمون في العمادة بتاعتها فالاصفر كاصفر لون قوي جدا مشاع من 750 نانو متر تقريبا موجة قوية جدا يلفت الأنظار جدا جدا الكونترس بين الاصفر والوان تانية ازاي نستخدمها لإحداث تأثير ما تأثير ما ولا تباين ما تباين اه يعني في الوقت اظهار حاجة من حاجة يعني مثلا زي ما يعني خلينا ناخد المثال اللي ضربته في البداية يعني احنا مثلا واخدين في الدكور الأصفر مع الموف حضرتك واخد البلوفر بتاعك الأصفر مع الجاكت يعني نبيتي شوية نبيتي شوية كده يعني المزج بين الألوان دي او وضعها جنب بعض علشان نعمل طاقة بقى يعني ازاي بنستخدم الألوان في إحداث طاقة ما بمزج الألوان دي او وضعها بشكل معين جنب بعضها اقول لحضرك بالنسبة للتباين او للإظهار اللوني في عندنا حاجة اسمها والمفروض للناس يعني تعرف الكلام لا في حاجة اسمها دايرة الألوان عندنا تلات ألوان رئيسية اللي هو ربنا خلقهم اللي هو الأحمر والأصفر والأزرق ده في الألوان الصباقات غير الألوان الضوئية الألوان الضوئية الأحمر والأخضر والأزرق مفهومش أصفر وذلك بقول لحضرك لو حضرك لبست بدلة حاملة ودخلت في ضوء أخضر يطلع على الأصفر فبيحصل اختزال ما بين اللون الأحمر والأخضر فيطلع على الأصفر وذلك التلفزيونات عندنا زمان اللي هي كان لما جبنا بقى التلفزيون ملون بقى كانت حاجة جمدة جدا كان فيه تلات مستطيلات تحت أحمر وأزرق وأخضر صحيح ما كانش يوم أصفر فالإلكترونات هنا بتختازل بعضها فيطلع منها اللون الأصفر طيب إحنا يعني علشان ما نصعبش الموضوع على الناس أنا عايز ببساطة كده وإحنا بنصبح عليهم نقول لهم إزاي يستفيدوا من الألوان حواليهم عشان يغيروا من حد من الداية هل ممكن استخدام ألوان ما حتى على سبيل مثال في لبسه تعمله طاقة إيجابية بالظرر ده أنا كنت أقول فعند حضرتك بقى ثلاث ألوان أساسية الأحمر والأزرق والأصفر الأحمر والأزرق والأصفر بين كل لونين فيه لون تالت مضاد لهم يعني مثلا إذا خلطنا الأحمر مع الأزرق يطلع لنا البنفسجي المضاد لهم التالت بتاعهم عندنا الأحمر والأزرق والأصفر إذا خلطنا الأحمر مع الأصفر يبقى التالت بتاعهم الأصفر الأحمر مع الأزرق يطلع بتاعهم الأصفر فهنا يحصل التباين إن أنا أحط بنفسيجي مع أصفر تمام؟ يحصل هنا التباين ده اسم اللون المكمل أو اللون المضاد أو اللون المتباين مع اللون التاني فهنا يحصل حتى ده في الدكور وفي الإعلان لكن استخدامه بيبقى بحذر شديد جدا لازم يكون فيه وسيط بينهم زي الأبيض فأخذ الأصفر يهد الدنيا مع البنفسيجي يهد الدنيا فيبقى الاتنين لونهم بستيلي كده مع بعض ألوان بستل فالاتنين ممكن يتحطوا جنب بعض ويظهروا بعض الاتنين حضرتك كمتخصص في هذا الفن ممكن تقرأ شخصية شخص ما من ألوان ما لابسه؟ أكيد أكيد طبعا من الألوان ومن الخط ومن الشغباطة ومن حاجات كتير جدا يعني مثلا إحنا كنا عايزين ناخد لون لون أنا بس مش عايز يعني مش عايز أخلي الموضوع متخصص أو علمي رغم أهميته لكن يعني عشان إحنا بنصبح على الناس أنا مش نتكلم علم بقدر ما بفهم علشان نتكلم عن اللي جاي تمام أنا عايز أن أقلهم معلومة يستفيدوا بيها يعني ببساطة ببساطة شديدة الأصفر تقطه عالية جدا حنا نتكلم على كل الألوان بعد كنا إن شاء الله بس إذا كنا بدأنا بالأصفر فالأصفر تقطه عالية جدا إذا كان لون مشبع كويس بيلمع ظاهر لون للأسكياء لأقوياء الشخصية للناس اللي هم اجتماعيين أكتر من اللازم بي متجاوبين مع الآخرين بيحبوا المغامرة غير بقى أنه هو يقول مثلا لون الغيرة ولون الحاجات دي ده موضوع لون الشمس ولون عباد الشمس ظهرت عباد الشمس اللي بتتفتح وبتدور مع الشمس فتقدر تعرف شخصية اللي بيتعامل معك إذا كان فيه في لبس ولون أصفر كتير فده معناه أنه هو لون بيعتز بذاته شخص بيعتز بذاته شخص زكي لماح بيحب أنه يظهر قدام الناس بيلفت الأنظار فلازم تبقى حذر منه وفي نفس الوقت تتقبله اجتماعيا يعني نستفيد بالشخصية يعني بمميزاتها أكيد أكيد ده بالنسبة للون الأصفر بالنسبة للون الأزرق مثلا الأزرق برضه حوالي أربع ألوان علشان برضه نفهم الأزرق ما نطلقش الأزرق بالعموم لكن فيه الأزرق مثلا الأزرق الزهري اللي هو الملكي اللي كان بتلبسه الملكة شارلوت في إنجلترا وكان المواطنين بيلبسوه فسموه الأزرق الملكي علشان كده أزرق بيوحي بالأرستقراطية والرصانة وعارف حضرتك كده والقوة درجات الأزرق كمان كتير أو يعني في الطبيعة يعني لون السماء لون البحر هم دول الأربع اللي أنا كنت بقول لحضرتك عليهم اللي هم الأساسيين أي الأزرق الزهري اللي هو الملكي اللي هو البروسيا مثلا في عندنا الأزرق الترمالين اللي هو بيميل إلى البنفسيج شوية ده شخصية تختلف شوية عن الأزرق التالي فيه الأزرق اللي هو الفيروزي وفيه الأزرق الكوبلت اللي هو بيميل للبن شوية وكلام ده كله لو حضرتك بتروح مثلا السحل الشمالي بنشوفه طبعا الألوان ديت كلها أو في لوحة زي اللي احنا شايفينها على الشاشة دي مثلا دي لوحة فانجوخ فانجوخ كان متأسف في الفترة دي كانت حالته النفسية سيئة شوية وكان بيشوف النجوم بشكل معين ويشوف الليل بشكل معين فكان الأزرق هنا كان بيرمز له وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه بالنسبة للشخصية ان دايما اللون اللي ممكن أنا ألبسه بيبرز شخصيتي ممكن يكون عند شخص تاني العكس تماما ممكن يكون واحد مثلا حبيبته هجارته فبيعج بالليل يبص للنجوم زي فانجوخ كده مثلا فيرسم السماء بلونها الأزرق الباهت شوية فيوحي أحيانا بالحزن لكن ده في اللوحات وده في التأثير اللي هو في طبيعة اللوحات طيب اللي بيميل للألوان اللي هي بنقول عليها محايدة أو ألوان يعني بين بين الرماضي والبنيات والرماضيات والغوامق والكلام ده دائم بقى دائم زي ما حضرك قلت كده هو محايد محايد يعني شخص ودود مش مكالكع بيسيروا الأمور بعدها شوية أوكي ومعدها شوية أوكي بيمشي الأمور آه واللون المحايد على فكرة مفاجئة برضو هو مش مش تخصصي اللي أنا بقوله ده تخصص أو علم أو حاجة زي كده بيجي من اللونيين مع التالت اللي أنا كنت بقول لحضرك عليهم يعني زي اللي إحنا شايفينه ده كديكور دي بتعرف بألوان محايدة اللون الرماضي هنا ده بيعتبر لون محايد أساسي هو لون محايد بس هو لون محايد ما بينتقش من الأبيض والإسود على فكرة الرماضي ما بينتقش إذا كان محايد ما بينتقش من الأبيض والإسود بينتق من اللونين والمكمل اللي حضرك قلت في الأول خلص عليهم اللي هما اللونين المتبينين يعني من الأصفر والبنفسجي حضرك متصور؟ تمام أنا أزرق البنفسيجي أنا بس عايز أطلع بحاجة إزاي وسريعا إزاي أنا لو حالتي النفسية مش كويسة أو متضايق من حاجة أو فيه ضغوط الناس كلها يعني إزاي ممكن أستخدم الألوان في أنها تغير لي الموت بتاعي أو يعني تخليني يعني تقطي إيجابية أكتر أولا فيه إذا كان فيه الخروج للفضاء أو للبحار أو حاجة زي كده ففيحنا عندنا تلات أماكن أو تلات ألوان ممكن يهدوا الأعصاب جدا اللي هو لون البحر بالعموم الألوان السماء الصفية الأزرق الفاتح الجميل المنور لون الميا الزرق بدرجاتها المختلفة طبعا فيه حالة من الاسترخاء وحالة من الهدوء النفسي والاسترخاء والاستجمام التام الأخضر الزرعي الجميل لما نروح بقى الحضائق أو المتنزهات أو الكلام ده حتى وإحنا مسافرين لو على جانبي الطريق بالزبط حقول كده والزراعات الواحد هو بيبص لها بيروح لمكان تاني بالزبط وربنا سبحانه وتعالى أعمال ده لون الجنة صحيح منتكئين على رفراف خضر وعبقرين حسان فاللون هنا الأخضر بجماله والطبيعة الخلابة بتاعته في الأماكن المغلقة عندنا اللون الأبيض والأصفر واللون اللبني الفاتح واللون البرتقاني بص حضرتك أي ألوان مضاف لها الأبيض حتعمل لنا حالة من الاسترخاء حالة من الاسترخاء والطاقة الإجابية والطاقة الإجابية لكن فيه ألوان بتشع طاقة زي اللون مثلا الأصفر الأصفر الفاتح الجميل اللي هو مش اللاموني الأصفر خد مننا أو الأحمر أو الأحمر طبعا يعني كان نفسي بقى عندي وقت أطول من كده نتكلم فيه مع حضرتك لكن أعتقد أن احنا يعني حاولنا يعني ننقل صورة كده لمشاهدين عن طاقة الألوان وإزاي نستفيد بيها دكتور أحمد الشامي شرفتنا شكرا الله يحليك شكرا تحياتي لحضرتك وكل الشكر لمشاهدين اللي تابعونا من خلال فقرتنا فاصل وهنرجع لحضراتكم لقاءنا التالي خليكم دايما معنا وبنصبح عليكم شكرا اشتركوا في القناة